اهلا بكم مشاهدنا في نشرة الاخبار بداية خلال ممارسته الرياضي الاعطيادية يوم امس تعرض صاحب الجلالة الملك محمد نسدس نصره الله لسقوط ادى الى صدمة على مستوى الكتف الايسر وكسر في عظم العدد وقد تطلب هذا الكسر اجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح والحمد لله وقد اجريت هذه العملية بالمصحة الملكية بالربط وعقب هذه العملية سيتم تثبيت الكتف الايسر لجلالة الملك حفظه الله لمدة خمسة واربعين يوما تليها فترة لاعادة تأهيل الوظيفية حفظ الله صاحب الجلالة ومن عليه بالشفاء العجل وادم على جلالته نعمة الصحة والعافية وفي خبر اخر كذا سيد عزيز اغنوش رئيس حزب يتجمع الوطنية للأحرار بيدر البيضاء ان الحكومة تراهن على المتصرفين والاثر الادارية لتنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية بقي التفاصيل مع شيمة بكا في كلمة له خلال اشغال الملتقى الوطني الاول للهيئة الوطنية للمتصرفين والاطر الادارية التجمعيين بالدار البيضاء اكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار سيد عزيز اغنوش ان الحكومة تراهن على المتصرفين والاطر الادارية لتنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية السيد اغنوش ابرز ان الحكومة تعمل من اجل تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما يريدها صاحب الجلال الملك محمد السادس هذه الهيئة من خلالها كيعبر الحزب على انه اهتمام والهيئة والهيئة كتعبر على دعمها وانخراطها وتقديمها للمقترحات وتوصيت من خلال العمل الحكومي مراقبته تتبعه واقتراحه ووضعه لما لا ملاحظات حوله وفي سياق متصل ابرز السيد اغنوش كذلك التطور الذي عرفته هياكل الهيئة الوطنية للمتصرفين والاطر الادارية التجمعيين والتي تعززت بالعديد من الكفاءات مضيفا انه نتيجة هذه التطورات يعيش الحزب دينامية ايجابية على كافة مستويات النجاح اللي كتحق الحكومة اليوم في تفعيل الاوراش الملكية وكذلك في تنزيل البرنامج الحكومي كيلعب فيه الموظف والاطار والمتصرف دور كبير لان الادارة المغربية منخريطة بشكل كبير في تفعيل هذا الاوراش اللي هي مهمة جدا وكذلك كانت الحكومة واعية بالاهمية والدور ديال الاطار والموظف من خلال استجابة لواحد العدد ديال المطالب ديال الموظفين المغاربة وكذلك الاطر المغربية ومن خلال هذا الملتقى المتوج لجهود هيئة المتصرفين والاطر الادارية التجمعية تعبر هذه الفئة من الاداريين عن انخراطها ودعمها للسياسة الحكومية وفي موضوع منفصل بعد وضع لابناتها في مراكش سنة 2023 جرى بارباط تدشين مقر الامنة الدائمة لشبكة الافريقية لالاليات الوطنية للوقاية في حفل حضرته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان أمينة بغياش وممثلونه عن أعضاء شبكة الافريقية نتابع تقرير هشان فرحان بالمجلس الوطني لحقوق الانسان بالريباط جرى تدشين مقر الامانة الدائمة للشبكة الافريقية للاليات الوطنية للوقاية من التعذيب انشاء هذه الامانة الدائمة في المغرب يتناغم مع جهود الاليات الوطنية للوقاية من التعذيب الهادفة لمنع هذه الجريمة الخطيرة في القارة هذا الحدث يندرج في إطار تفعيل الشبكة الافريقية للاليات الوطنية للوقاية من التعذيب بعد المرحلة التأسيسية التي انطلقت في مراكش سنة 2023 والثانية في الرأس الأخضر والمغرب الذي أنشأ آليته الوطنية سنة 2019 تمكن من تنفيذ 169 الزيارة بعد خمس سنوات على إحداثها وشكل الحدث فرصة للتنويه بالالتزام الجماعي للمدافعين على الحقوق الانسان في أفريقيا وعزمهما المشترك على الوقاية من التعذيب في القارة نحن نتشرف بأننا نشكل عضو ضمن المكتب التنفيذي للشبكة نعلق آمال كثيرة على هذه الشبكة في النهوض بواقع حقوق الانسان بصفة عامة وخاصة بالوقاية من التعذيب بشكل خاص وتجسد الشبكة الافريقية للاليات الوطنية للوقاية من التعذيب الهدف الافريقي المشترك المتمثل في تعزيز الدفاع عن حقوق كل فرد وحماية كرامته من خلال التعاون الافريقي المؤسسة والمستدام وفي سياق نخر يقوم رئيس مجلس ينواب سيد رشيد الطلب العالمي اليوم بزيارة عمل برلمانية لجمهورية سلوفينيا وذكر بلاغ لمجلس ينواب أن هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية ستتخللها عدد لقاءات برلمانية هم مضيفا أنها تهدف إلى التعريف بالأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السدز وأوضح المصدر ذاته أنه سيتم خلال هذه الزيارة تدارس سبولي تعزيز العلاقات البرلمانية أثنائية ومتعددة الأطراف الجيدة بين البلدين وتقوية الحوار والتواصل الدائم وتنصيق في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية في إطار الأحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية للدول والمساهمة كمؤسستين تشريعيتين وكبرلمانيين في إشاع السلم والأمن الدوليين إلى فاس هذه المرة خلال لقاءنا مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريمة زيدان على همشي دورة رابعة للمنتدى الاقتصادي فاس مكناس أفد الفاعلون الاقتصاديون بالجهة بأن جهة فاس مكناس تستاذف تحقيق استثمارات خاصة بقيمة 42 مليار درهم ما بين سنتي 2022 و2026 بقي تفاصيل مع ردوان مستقيم جهة فاس مكناس تستاذف تحقيق استثمارات خاصة بقيمة 42 مليار درهم ما بين سنتي 2022 و2026 هذا ما أفد به المشاركون في لقاء مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان الذي نظم على همشي الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي فاس مكناس السيد زيدان أشار إلى الاحداث المرتقب لنحو 57 ألف منصب شغل مؤكدا على أهمية إرساء مناخ الثقة لتحفيز الاستثمار وتحسين جاذبية الجهة الجميع يسعى إلى تجويد مناخ الأعمال في الجهة وتحسين ثقة المستثمرين وهذا هو هدف غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس التي تلعب دورا مركزيا في مواكبة المستثمرين والتنمية الاقتصادية الجهوية ويشهد المنتدى الاقتصادي فاس مكناس المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشهد مشاركة أزيد من 400 فاعل اقتصادي وطني ودولي ونبقى بفاس حيث حظيت السياسة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الحوار بين الأديان وثقفات بيالإشادة خلال الجلسة الختامية السياسة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الحوار بين الأديان وثقفات حظيت بالإشادة خلال الجلسة الختامية لملتقيات الجامعة الأورو متوسطية بفاس حول تحالف الحضارات بعد يومين من المناقشات رفعت المستوى أعرب المشاركون في هذه الملتقيات حول تحالف الحضارات عن إشادتهم بالسياسة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص الحوار بين الثقافة والأديان لقد صلتوا الضوء أيضا على السياسة المغربية في مجال الإدماج والتعددية والعيش المشترك الجيد إن سياسة جلالة الملك رشيدة ومتبصرة وغير مسبوقة المشاركون رحبوا بإحداث كرسي تحالف الحضارات بالجامعة الأورو متوسطية بفاس وهو الأول من نوعه بمبادرة من الأمم المتحدة الكرسي أنشئ مذ حوالي سنة ونصف وخلقنا ميكانيزمات متعددة فيما يتعلق بماستر في مجال تحالف الحضارات وفض النزاعات واللفنة كتبا ومجلات علمية ودورات تكوينية ليس فقط للمغاربة وإنما أيضا لطلبة ينتمون إلى عدة دول ومن عدة جنسيات إذن المشاركون حيوا هذا الإنشاء ودع المشاركون أيضا إلى أنسانة سياسات الهجرة والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في خدمة تحالف الحضارات وليس الانقسام ووطنيا دائما دشنت الخطوط الملكية المغربية أمس خطا مباشرا منتظما يربط دار البيضاء بمدينة تورونتو الكندية وأعلنت الشركة في بلاغا أن الرحلة الأولى أقلعت من مطار محمد الخامس بدار البيضاء وعلى متنها 204 مسافرين وتبع المصدر أن الرحلة الأولى من تورونتو أقلعت على متنها 275 مسافرا ليصبح إجمالي عدد ركاب زهاء الأربعمائة وثمانين راكبا في أول رحلتي تدشينة ومن المقررين تتم جدولة هذا الخط الجوي الجديد بإجمالي ثلاث رحلات أسبوعية كل يوم أربعاء وجمعاء وأحد وبترودانت نظم المكتب الإقليمي للهلال الأحمر المغربي حملة لتبرعي بالدم تحت شعار تبرع وعاون صحتك وتبرع ونقض روح المبادرة تأتي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية تحت إشراف وحدة بنك الدم بالمستشفى الإقليمي المختار سوسي بترودانت هشام فرحان وباقي التفاصيل بمناسبة اليوم العالمي للتطوع نظم المكتب الإقليمي للهلال الأحمر المغربي بترودانت بشراكة مع الكلية المتعددة التخصصات بالمدينة حملة للتبرع بالدم بهدف دعم مخزون هذه المادة الحيوية الهلال الأحمر أو متعمل الهلال الأحمر يعني جاوبة شيء تطوعوا بدمهم تبعاً لإنقاذ الأرواح هذا التبرع هذا يعني في جافة الإحتفال بالبادرة العالمية لتبع تحل الشعار دياله هو مجتمع معطاً ومكنت هذه المبادرة الإنسانية من توفير 140 كيساً من الدم أنا صراحة الله كان صح قال الشباب قال الشباب قال النس قال لقد قادر أنه يتطوع لهذا التبرع هذا أنه غير ييزعم ويعطي الدم حيث أشرح كنا الناس اللي محتاجين لهذا الدم هذا وما لقينوش وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ ثقافة التبرع بالدم بالنظر إلى أثرها الإيجابي على صحة المتبرع ومساهمتها في إنقاذ الأرواح إلى نظر هذه المرة حيث تم السبت تنظيم ورشة توعوية تحسيسية بتحديات تغير المناخ لسيامة على مستوى سحل البحر المتوسط وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمناخ الذي يصادف ثامن من دجمبر من كل سنة التفاصيل مع سحر أميمون ورشة توعوية بتحديات تغير المناخ على الساحل المتوسطي نظمها مركز أفق بيئية للإعلام والتنمية المستدامة بالنظور بهدف زيادة الوعي حول الآثار المحتملة لارتفاع مستوى سطح البحر على ساحل البحر المتوسط وتبادل الأفكار حول استراتيجيات التكيف وتعزيز التدابير العملية لحماية البنية التحتي الساحلية تم تناول إشكالية وظاهرة تعيون المناخ وتأثيرها اقتصادي واجتماعي على المنطقة المتوسطية عامة وعلى منطقة نظور وخصصا نعرف بأننا نحن على الساحل والمشكلة للإستفاع من سبل المياه الذي يمكن أن يكون خطار في المستقبل المشاركون في هذه الورشة تحت شعار العمل المناخي مسؤوليتنا وليس خيارا أكدوا على أهمية التعبئة من أجل رفع مستوى الوعي بالحاجة إلى تعزيز صمود المجتمعات والبنية التحتية على ساحل البحر المتوسط في مواجهة التحديات المناخية المستقبلية التنمية ليست تكرار لتجربة من هنا إلى هناك بل هي مبنية أساسا على ما يمكن أن يشكل أو ما هو قائم من مجال الترابي معين ويشكل بصمة خاصة بذلك المجال الترابي برنامج هذا الملتقى التحت سي بالإضافة إلى لقاءات وجلسات نقاش تضمن أيضا زيارة ميدانية بيئية توعوية لساحل النظور عودة إلى رباط حيث نظم لقاء تواصلي تحت الشعر رفاهية مريض مارفان ورعايته وذلك بهدف تحسيس بالمعاناة التي يتكبدها مرضى متلازمة مارفان المزيد حول هذا الموضوع معكي غزلان القطاوي مرض مارفان من الأمراض النادرة التي تصيب بعض الأشخاص ورثيا ومن أجل تسليط الضوء على هذا المرض من مختلف الجوانب والإكراهات التي يواجهها المصابون به في حياتهم اليومية نظم لقاء تواصلي للتعريف بأعراضه وطرق التدخل الطبي مرض مخفون يمكنه يوصل في أي سن يمكنه أن التشخيص ديالون يوصلوله في أي سن عند الأطفال كما عند الناس شوية كبر أهم عضو هو القلب من اللي مرض مخفون يوصل للقلب أو الأخت اللي هي العرق الكبير اللي خارج من القلب هنا كين خاطر على الحياة من الحمد لله جميع الإمكانيات اليوم متوحة باش للقلب للأورطات التعالج بطريقة اللي كتسمح الناس يرجعوا لحياتهم العادية مع عادة ذلك الجسد كله يمكنه يتخاص بهذا المرض العظام اللي هيك العظمي عمتان العينين مضاعفات المرض قد تدخل المصابة في حالة نفسية صعبة ويصبح الدعم النفسي مسألة ضرورية في مراحل العلاج مارفان مرض نادر إذن يتطلب رعاية خاصة ومستمرة مما يثقل كاهل المصابين به فيما يبقى التكفل الشامل بهذا المرض محدودا كما يعاني هؤلاء المرضى من نقص ملحوظ في الأطباء المخصصين في هذا النوع من الأمراض ونبقى دائما برباط حيث تم افتتاح فعاليات معرض جماعي لفنانين من جمعية رباط الفتح لتنمية المستديمة وذلك في إطارية دورة السادسة لنهرجان الإكليل الثقافية فضاء محمد بن علي الرباط بمدينة الأنوار يحتضن فعاليات معرض جماعي للفن التشكيلي لفنانين من جمعية رباط الفتح لتنمية المستديمة وذلك في إطار الدورة السادسة لمهرجان الإكليل الثقافي المنظمته تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشارك كل يوم في هذا المعرض الجماعي يضم حوال 30 فنان وفنانة والهدف أولا دعم الفنانين التشكيليين لمغاربة ودعم الفن وثم إعطاهم فرص لعرض أعمالهم الفنية في هذا الفضاء هذه التظاهرة الفنية تضم أعمال فنانين ينتمون إلى مدارس تشكيلية مختلفة معظمهم من خريجي المدارس المغربية إلى جانب فنانين عصاميين يتمتعون بموهبة فطرية بالإضافة إلى مشاركة رصامي بورتري اللوحة المشاركة بها مستلهمة من الطورات المغربي المحر حيث اللوحة معروفة بالطورات المغربي كنا نخدم على القصابات الأسوار الأبواب والمساج الذي هو المحافظة على الطورات وعلى الجمالية هذا المعرض يروم إثراء المشهد الفني والثقافي لمدينة الرباط من خلال العناية بالفنون الجميلة وتعزيز حضورها في الأنشطة الثقافية والفنية بالمدينة وقبل الختام في أجواء موسيقية حالما يحتضن مسرح محمد سدس بيدار البيضاء أمسية استثنائية ناحيتها فرقة الجاز التابعة للجوق السنفونية الملكية احتفاءا بأسطورة موسيقى الجاز الغجرية جانجو رينهارت أردوان مستقيم في المتابعة فرقة الجاز التابعة للجوق السنفوني الملكي تبدع في تقديم أمسية استثنائية احتفاءا بأسطورة موسيقى الجاز الغجرية جانجو رينهارت هنا بقلب مسرح محمد سدس بيدار البيضاء الحفل الفني الذي يقام في إطار الموسم الفني الخامس عشر الفين واربع وعشرين الفين وخمس وعشرين استحب الجمهور في رحلة إلى عالم الجاز الغجرية حيث تجسد ثراء هذا اللون الموسيقى من خلال أداء مبهر لعازف القتار جورجي إيشا جاجفيلي الذي أضف لمسة فريدة على الأمسية رافقت العازفة إيكاترينا بيريليجينا على آلة الكونترباس في عرض ثنائي متناغم أثر الحاضرين وأحيا روائع الأسلوب الغجرية موسيقى إنها تجربة جيدة بالنسبة لي لا سيما في هذا البلد الرائع أنا سعيدة حقا بتقديم هذا الحفل بالمغرب مع فرقة الجوق السنفوني الملكي الموهوبة موسيقى ولم تكن هذه الأمسية لتكتمل لولا المشاركة الاستثنائية لموسيقي الأوركسترا الذين أضفوا لمستهم الفريدة لا سيما قائد الفرقة والموزع أليكسي باديانوفا الذي أبدع بأدائه المتميز على الغيتار الكهربائي موسيقى بهذا نكون قد وصلنا للمشاهدين لنهاية النسرة لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار بعد قليل نلتقي في مجزن لأهم الأنباء طمطم في أمان الله